تعرفين من ضمن الحاجات اللي كنا زمان نتكلم فيها فكنا نتكلم زمان قبل 2011 يعني عشرة تسعة تمانية سبعة حدث ولا حرك بل إنه حتى في منتصف التمينات كنا نتحدث عن ذلك بقوة يعني أسد زيتنا اللي أكبر مننا لما احنا كبرنا شوية وبدأنا نشتغل ونعمل تحقيق ولا نجيب خبر ولا مش عارف إيه في فترة التسعينيات وصولا إلى إن إحنا قضينا في وقت من الأوقات على فيروس كنا نتكلم دايما على هذا الفيروس الذي يفتك بأكباد المصريين كنا نتحدث دايما ونتكلم وننشر قدر استطاعتنا إنه يا ترى هل ترى هو كل المصريين عامل إيه الكلا باللغة العربية كله عامل إيه ويا ترى فيها إيه والناس بتعاني إزاي وحجم المعاناة بيتم إزاي وعلى ما يبدو أنه لقب غنيم هو لقب لأولئك الناس اللي عايزين يرفعوا عن كاه العشرات الآلاف هذه المعاناة بدأها الأول الدكتور العظيم الدكتور محمد غنيم بمركز الكلا في المنصورة وعام قطع مشوار عظيم لأجل صحة المصريين اخد بالك والآن ألاقي دكتور أحمد غنيم عميد كلية طب جامعة طنطة وهو أيضا رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ينشئ أيضا مستشفى الكلا والمسالك الجبولية في جامعة طنطة وبإذن الله يفتتح أمام كل الجماهير في هذه البقعة أيضا من بقاع الدلتة علشان يرفع الألم والمعاناة عن عشرات الآلاف من الناس دكتور أحمد غنيم معانا على التليفون أهلا بيك دكتور أهلا بحركة بسيطة إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام إزاي صوتك بيوحشنة وبسعد لما اسمع صوتك في حاجات حلوة زي كده متشكر جدا على المقدمة الجميلة من حضرتك شكرا جزيلا بجانب لا والله يا ربنا خليك دكتور دكتور كلمني أكتر على مستشفى الكلا والمسالك البولية عندكم في جامعة طنطة واللي أعتقد أنه هيبقى واحد من أهم الصروح في الفترة الجاي آه تمام دي حقيقة فعلا إن شاء الله هي ومستشفى أمراض وجراحات الكلا والمسالك البولية ده مستشفى جديد فعلا بدأ إنشاؤه من حوالي سنتين ونص تلات سنين هو مبني مستشفى فعلا معمول على أحدث النظم الحديثة مبني على حوالي 900 متر بيستون المبنى من دور أرضي وخمس أطوابق أو خمس أدوار ومدروم والحقيقة الدور يعني فيه دورين كانين حوالي 40 جهاز غسيل كلاوي معمولين بنظام يعني خدمات كطبية وطنطقة عالية جدا لخدمة 7 قطع كبير من المرضى الغسيل الكلاوي في محافظاتها في الدلفة فيه الغربية والبطية وطفل الشيخ وكمان المستشفى مجهز بغرفتين عمليات مخصصين لزارة الكلا عينية مركزة وخوالي 14 سرير زي ما قدت حركة 40 سرير غسيل كلاوي فيه معامل أبحاث مخصص في سيرشو تايبينج والإزراعات الأنسجة المستشفى تمام مجهزة بوحدة لريبوتك سيرجري مجهزة لجراحات الروبوت يمكن جراحات المثالك في الروبوت عندنا أكثر من طبيب من الشباب أولادنا في جامعة قنطة تم أكثرهم الخارج لأمريكا وكوريا واليابان لتعلموا على ده الحقيقة برضو تمام غرف عمليات معمولين بكبسولات على أحدث مستوى يمكن المستشفى بيضم مبنيين ينضم ديهم مبنى آخر خاص بالقامة الدخلية حوالي 100 سرير طريق عمل كبير جدا قسم جراحة المثالك البولية في أسابة يعني على قدر كبير من العلم احنا نسميهم مقادرمين في الخاصص ده وده محرك قلت أن أمراض الكلة وبذات وصل دلتة محتاجة اهتمام يمكن ده مركز فعلا وده محرك قلت طبعا أنا لا أرقى طبعا زي أستاذ العالم الجليل دكتور محمد غليم ولكن عندنا أساذة وعلماء كثيرة في جميع الصنطة